طيب احنا يعني عرفنا طبيعة وعمل الشيطان وصفاته وعمله وانه الكتاب بيشجعنا اعرف عدوك يعني مهم جدا نعرف العدو وانه احنا فعلا في حلبة يعني في يعني اذا ما استخدمنا السلاح الكامل اللي الله اعطانا اياها رح نفشل لكن اللي عاوز اسألك طيب اذا احنا منحارب شو هي الاستراتيجية استراتيجية الحرب اللي لازم انحارب فينا هل احنا نعرف استراتيجية ابليس ازاي بيسقط الناس في الخطيئة والبعض عن الله نعم الحقيقة انا باستغرب على ابليس قبل ما اكلم عن ثلاث محاور ابليس بيحارب فيهم ما هو وقح لا وخبيث جدا لكن خلينا اقول لو انا بلعب كوتشينا اللي هي الكارد بلعب كوتشينا مع شخص انا استغرب لهو كروت بتاعته مكشوفة قدامي وبيكسبني ابليس احنا عارفين اسلوبه احنا لا نجهل افكاره افكاره اعلنت في الكتاب المقدس الشخص المليام بالروح اللي بيميز واللي بيقرأ كتاب المقدس لكن افكاره معلنة ومعروف بيلعبني ووراقه مكشوفة والشيء الغريب انه بيكسب انا مش عارف لان هو ذكي ولا لان انا مش قليل الخبرة وقليل المعرفة علشان كده انا بخسر اشتركوا في القناة